السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناة شهوات امولا كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم في اتمصحة والعافية ان شاء الله الوصفة ديالنا ديالي يمالي هو واحد القراطن بالكفتة والصوص بيشاميل والشامبينيو صراحة يمكن لكم تقدبوها كوجبة عشاء يعني فاد الحرارة وجبا خفيفة ضريفة وسهلة والمكونات ديالها بسيطة والاهم ان هاد القراطن كيجي بنين بنين بزاف كيفما كتلكم ممكن لكم تقدموها كوجبة عشاء كتعجب الكبار والصغر وكيجي المضاق ديالو رائع جدا غادي نبدو بالمقادر وطريقة تحضير ان شاء الله كيفما كتشوفوا معايا هنا يا الصورة عندي هنا يا المقادر البطاطا البطاطا يمكن لكم تديرو القياس اللي بغيتو انا دير انا 500 جرام ولكن القياس دائما كيبقى على حسب افراد الاسراء من بعد ما قطعتهم طبيعة الهال وغسلتها مزيان وقطعتها على شكل دوائر يعني دوائر ما يكونوا شرقاخين وما يكونوا شغلاضين باش هكا تجي لكم يعني منين كان ناكلوا هكا تجينا في الضغمدينها مزيان عندي واحد جوج بصلات يعني متوسطين من بعد حتى هما غسلتهم ونقيتهم على هات شكل هذا يعني متوسطين وعندي هنا يا الكفتة انا ديرا صراحة واحد القياس اللي هو قليل ديال الكفتة الكفتة ديال لداند اللي هي الدكارومي يمكن لكم تتعملوا اي كفتة والقياس كيبقى على حسب الرغبة من طبيعة الحل عندي هنا يا واحد العلبة ديال الشومبينيو صراحة كيجي بنين بهذا الشومبينو وهذا القراطان وهنا يا عندي الفرماج المحكوك يعني الفرماج الحمر يمكن لكم دائما كيبقى الكمية على حسب الرغبة أنا ديرا الكمية ديالي يمكن لكم ديروا الكمية على حسبكم عندي هنا يا الملحة وليبزار وعندي هنا يا نصيطرون ديال الحله باش غدي نحضر لصوص بيشاميل وعندي هنا يا واحد شي شوية ديال جوزة حتى يا غدي نديرها في لصوص بيشاميل حتى يصراحة كيجي في لصوص بيشاميل كتعطي 중요تيfecture whom يا ابنة اللي هي رائعة وعندي هنا يا شوية الملحة وليبزار حان ما غدي نديرها在 لصوص بيشاميل غدي ندوزو لطريقة ديال تحضر ان شاء الله كننخذ الكسرنة او اي 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 ايناء سوف يضيفون لكم البطاطا سوف يضيفون لكم البطاطا سوف يخلط لكم هذه الوحيدة لكي نريكم طريقة كيفية قطعتها دوائر لا يكونوا شرققين و لا يكونوا غلطين وكيفما قلت لكم القياس البطاطا أنا عندي 500 جرام يعني 6 كيلو يمكن لكم تديره الكمية اللي اقل او اكتر من طبيعة حال دائما يبقى على حسب افراد الاسرة نضيف القياس ديال ما فاش غادي نسلق البطاطا كيفما كانت عرفوا البطاطا رها دغية غادي نزيد لها شوية الملحة ضروري انكم تديروا الملحة باش هكال البطاطا ديال لا تجينينا منكها بدك الملحة تجيب لنا غادي ندوز نحط البطاطا ديالي تسلق كيفما كيعرفوا الجميع كما اكتلكم رها البطاطا ضغية كتسلق من بعد ما حسيت ب البطاطا ديالي تلقى تليا صفيتها من داك الماء فهات الصفايا هذه و اخذت المول او اي لطا يمكن لكم دخلوها الفران انا رأي بقية سخونة هنا يكن هزاب مع القصر حي الله سفيتها و سنقوم بها مباشرة في المول اللي سندخلو الفران سنجده جانبا و سنحضره الحشوة باش سنصوب هاد القرطان ديالي هنا واخده جوج بصلات سنقطعه مغي بيديا و اللي عنده الهاشوار يمكن له يقطعه في الهاشوار سنسهل عليكم الامورية من بعد ما قطعت البصيلة ديالي يعني شلطتها على شكل تقطعه يكون صغيرين سننشحرها حتى على البطا و سنضيف القليل من الزيت يعني يمكن لكم تضيروا زيت المائدة او زيت الزيتون او يمكن لكم يعني اتخلطوهم بجوج على حسب المتوفر سنخلط البصيلة ديالي و الزيت هكا باش تشحر ليه سنخلي البصيلة حتى تشحر يعني حتى يقول لي كدبال لي البصيلة كدوب ليه كدبال لي شكل ديالها عليها الشكل ذهبي يعني كدبت لها اللون ديالها سنضيف لها ذاك العلبة ديال الشامبينيو اللي هو كيف ما قلت لكم علبة ديال الشامبينيو صراحة سيأتي بها بني ممكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الشامبينيو كين هاد النوع البيض و كين واحد كيكون يعني اسوأ شي شوية مغاير على هذا اللون اللي دايراني ممكن لكم تديرو اي حاجة بغيتو غادي نخلي حتي تشحر لي يحتوي مع ذاك البصيلة كي ياخد ليدك النكهات البصيلة وكنحس انا باللون دي داك اللون ديال الشامبينيون تبدلي ايا شي شوية اللي هو الفيطر المعلق كنناخد الكفتة ديالي كيفما قلت لكم القياس كيبقى على حسب الرغبة ممكن لكم تديرو سكيلو ممكن لكم تديرو اقل او اكتر لي بغيتو من بعد ما كنحس ان الكفتة ديالي هتاها طابت ليه وتشحرت ليه كندير ربع ملعقة صغيرة ديالي يبزر والملح كيبقى على حسب الضوء وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم باش داك الملحة واليبزر الدخول ليه في داك الكفتة اللي شحرته والبصلا والعلبة ديال الشامبينيو اللي هو الفيطر المعلق يعني مباشرة غادي ندوز نخويها على البطاطة اللي ستفتها في المول ما غادي نخلي هاد الحشوة لتبرد لولو غي كنطفي العافية يعني كنطفي البطاطة كنخويها مباشرة كنسرحها يعني على البطاطة اللي ستفت مسبقا في المول وغادي نستفهم جميع الجوانب يعني غادي نحاول اناني ذاك الشرمولة نستفها في الوساط وفي الجوانين ما نخليش البطاطة تبالية باش هكاكها تجيري نزوينا هنا غادي ندوز نحضر لصوص بيشاميل ديالي كيفما قلت لكم ما بينش لكم في المقادر الزبدة والدقيق ما بينش المقادر لصوص بيشاميل غادي نحتاج لها جوج معلق كبار ديال الزبدة خديت انا كاسونا دياليم كليكم بديروا لصوص بيشاميل في اي حاجة كتيرتحوا فيها من طبيع الحال غادي مقا نخلط يعني حتى كنحس بذك الزبدة انها دابت ليه مزيان غادي نزيد جوج معلق كبار ديال الدقيق يعني دقيق ديال الطحين ديال فورس غادي نخلط ذك الزبدة مزيان حتى كيدوب ليدك الزبدة وغادي يبقى نخلط شوية بشوية انا كنخلطه وما كنحبس من تخلطه انا كنضيف يعني المقادر اللي بقاتلية هنا يضفت داك القوزة اللي حكيتها كيفما قلت لكم هاد القوزة صراحة كي جي بيها لصوص بيشاميل كديد تعطيها واحد المضاق اللي هو زبين هنا يكي ما قلت لكم ما نحبش من تحرك ضروري انكم يدكت دير العطرية ويدكت تحرك باش هكا يعني لصوص بيشاميل لانا الى وقفتوا من تحركة تتكبب هنا يدكت شوية روبع ملعقة صغيرة دي الفلفل اسود اللي هو ليبزار وربع ملعقة صغيرة دي من الحال ما نحكي بقى على حسب الطوق غادي نخلط ذاك المكونات ديالي كلهم من بعد ما كنحس بها انها بدت تقدر لي ذاك الفوقعات يعني لصوص بيشاميل راهات طيبة لكم على هات شكل انا ما خليتها شتقل خليتها بغيتها تكون ليخفيفة على شكل كريمي على هات شكل هدا صراحة راه جات بنينا ومباشرة غادي ندوز يعني نفرغها على المقادر ديالي يعني البطاطا والكفتة والبصلة ما غادي نخليها تبرد ما ولو لانا الى خليتها راه غادي تكبب لكم كيفما كيعرف الجميع الاصوص بيشاميل راه تقصح مباشرة غادي ندوز نخويها على المقادر اللي استفت من قبل هنا يكا نحاول انني نوزها على جميع الجوانب هنا غادي نخد الفرمج الحمر يعني من بعد ما حكيتوا الفرمج المبشور يمكن لكم دائما الكيميا كتبقى على حسب الرغبة الفرمج الحمر قد ما درته في القراطن قد ما كيزيد يعطينا واحد البنة اللي هي رائعة الفرن ديالي يراها مشعول عندي هنا يكل شي طيب غادي نشعل عليها الفرن يعني من التحت غادي نخليها واحد ثلاثة دقائق ومن بعد غادي نهبطها لتحت غادي نحاول انني نخليها القراطن ديالي يتحمر على هات الشكل هدا كي ياخد هاد اللوين هدا وفاش كان ناكلوه صراحة كي جيبنين بزا بزا كانتمنى انكم تجربوه وكانتمنى الوصفة ديالنا تعجبكم وتنال الرضا ديالكم دمتم في رعايت الله والى فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة